المترجم للقناة السابقين للحديث معهم وللحديث إليهم حوله هذه الفترة الصعبة التي تعيشها تونس للأسف السيد الحبيب الصيد يتعذر عليه الحضور ويتعذر الحضور أيضا على السيدين حمادي جبالي والمهدي جمعة لوجودهما بالخارج تم توجيه الدعوة إليكم للحديث عن جملة من القضايا ولبيان أن هناك مؤسسات تعمل حضور رؤساء الحكومات السابقين دليل على أن هناك مؤسسات للدولة تعمل حتى وأن كان عملها متعثرا صعبا غير يسير ولم تقع الدعوة إلى الحضور كما يمكن أن يتمنى البعض للتراشق بالتهم أو لتحميل المسؤوليات ولكن في هذا الاجتماع رسالة موجهة إلى الجميع مفادها أن المسؤولية تقتضي من كل طرف أن يتحملها أو على الأقل يساهم في تحملها بما يمكن أن يقدمه من قراءات وما يمكن أن يقترحه من تصورات فلعلكم في تحملكم لمسؤولية رئاسة الحكومة يمكن أن نستلهم بعض القلول أو نستشرفه بعض الآفاق الجديدة لتقديم مقترحات مختلفة ولتصوري جملة من الآفاق بالنسبة إلى قادم الأيام والأسابيع لقد عيله الصبر وطال الانتظار وبلغ السيل الزبا ويمر الشهر تل والشهر والعام إثر العام والناس تسام سوء العذاب فإلى متى وإلى أين؟ هذا السؤال يطرح تقريبا كل التونسين والتونسيات فإلى متى؟ والوضع يزداد تفاقما وتعقيدا وإلى أين؟ ومؤسسات الدولة تترنح ويوشق بعضها على السقوط وعلى التهاوي لقد خيل للبعض أن رئاسة الدولة يمكن أن تكون حليفا لهذا أو لذاك أو يمكن أن تكون شاهد زور أو طرفا في بتة سياسية أو عنصرا من عناصر مناورة أو مزايدات أن رئيس الدولة لمن نسي هذا ويسر على التناسي وعلى التغافل منتخب من قبل الشعب وعمقه الشعبي معروف لدى الجميع ولا ينتمي لأي حزب أو حلفا أو اقتلاف لقد كان الهدف عند تقديم الترشح ولا يزال هو استكمال الانفجار الثوري في احترام كامل للمؤسسات ولقد تم احترامها كما تم احترام المقامات ولكن لم يقابل هذا الاحترام في كثير من المناسبات إلا بالمروغات وبالمغالطات لقد بلغ السيل الزبة بالنسبة إلى الفقراء وبالنسبة إلى المعدمين في حين أن آلاف الدنارات أو غيرها من العملات الأجنبية معروفة أصحابها ومعلومة مصادرها لقد صار العديدون لا يلتقون ألا في تونس نتيجة البؤس والفقر والحرمان ألا حول حاويات الفضلات فكان حاويات الفضلات صارت في مكانا معين أصبحت تقريبا من الأسوء التجارية والآخرون يتقلبون وينقلبون حيثما كانت الأموال ولا يخجلون من الحديث عن رفع راية الوطن والدفاع عن الوطن لم يفعلوا شيئا منذ سنة 15 ألفين لاسترجاع الأموال المنهوبة بل الحال هي الحال وستأتي اللحظة التي سيتحمل فيها كل واحد مسؤوليته ولن ينفعه يومئذ لا مال ولا مصاهرة ولا نسب ولا ولد وللأسف لم تتحرك النيابة العمومية وحتى وان تحركت يعطى للقضية عدد منذ عاشر السنوات السيد رئيس الحكوم في قضية ثل ومزالة جارية ومزالة جارية يعطى عدد وتبقى دون بت أو قضاء وما لم يتعافى القضاء لن تتعافى أبدا البلاد في كافة المستويات قد يتساءل البعض ومن حقه أن يتساءل ما العمل ومتى التعافي ولهذا اجتمعنا أو على الأقل ما هي بوادر الأمل ليتأكد الجميع أننا سنواصل على نفس النهج حتى وان كانت العقبات كثيرة ومعقدة ولكن النجاح الذي ننشده وأعتقد أنكم تنشدونه لن يتحقق إلا إلا إجتمعنا على كلمة سواء إلا إذا اجتمعنا على كلمة الحق إلا إذا اجتمعنا على الحرية وعلى الشغل وعلى الكرامة الوطنية وتوجهونا إلى الشعب التونسي وخاصة إلى الشباب من الانتباه إلى المندسين وإلى الخوانة والعملاء الذين لن يرضوا إلا بإسقاط الدولة ومزيد التنكيل بهم أن التاريخ لن يعود إلى الوراء بالرغم من محاولات الإهام بأن ما سبق خير ورخاء دائما يعودون إلى 2010 ونسبة النمو وخمسة بالمئة وحسد المناوئين لو كانت الأمور طيبة لماذا هذا الخراب في كل مكان كان 2010 ما قبل المسيح و2010 ما بعد المسيح يعني يؤرخون ويعودون إلى الأرقام الكذبة الواهئة التي لا تستقيم بأي مقياسا من المقيس وستأتي اللحظة التي سيعلم فيها الجميع بما يجري وما جرى ولن يفلت من العقاب في طار القانون طبعا أحد لأن الناس كلهم أمام القانون سواسع للأسف تونس تعيش في ظل نظامين اثنين أحدهما ظاهر ظاهره قوانين ومؤسسات وباطنه خفي لا يعمل إلا تحت جنح الظلام هو الذي يحرق هذه المؤسسات أو ما تبقى منها وتضف على هذه الخطب والخطط تضف عليها مشروعية كاذبة عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة أنني أقول للشعب من هذا المكان أنني كنت في صفكم وسأبقى في صفكم وسأموت في صفكم سينعق بطبيعة الحال الناعقون المأجورون على عادتهم في النهيق وفي الشهيق فقد عاشوا ولن يقدروا على العيش إلا في المستنقعات لا يعيشون ألا بأموال الخيانة ومقابل الأكاذيب هؤلاء يصح عليهم بيت أبي الطيب المتنبي لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نهاعود إننا مستعدون للحوار ولكن لن يكون هذا الحوار محاولة يائسة بائسة لإذفاء مشروعية كاذبة على الخونة وعلى النصوص لن يتم الحوار إلا لحل مشاكل التونسيين والتونسيات ولن يكون أبداً كسابقيه وأهم محاور هذا الحوار هو التفكير في نظام سياسي جديد في نظام انتخابي جديد حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولاً أمام ناخبيه وليس هذا بالبدعة قد يكون الحوار حول مرحلة انتقالاً من هذه الحال إلى حال جديدة بعيداً عن أي صفقات لا في الداخل ولا مع الخارج فانتظار نظام سياسي جديد أما الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق فلا هو حوار ولم يكن وطنياً على الاطلاق ومن كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وأعي جيداً ماذا أقول بأي شكل من الأشكال حتى بالإغتيال فبأس ما خططوا وبأس ما فعلوا وسيعلم إن شاء الله الذين ظلموا والذين كانوا جلاويزة مخبرين أي منقلب ينقلبون أنني بالرغم من أنني أقرأ استعمال ضمير المتكلم سواء كان مفرداً أو جمعاً لأن البعض ممن لا يفقه شيئاً ولن يفقه شيئاً ويدعي في كل شيء معرفة أنني أدعوكم إلى نقاش متسق مع مسار التاريخ متناغم مع مطالب الشعب وأؤكد مرة أخرى أنه لا مجال لترك الدولة في مهب الصفقات كما لا مجاله لترك شعبنا جائعاً يقتات من فضلات القمامة يعمل البعض هذه الأيام الأخيرة على مزيد التجويع وعلى مزيد الخراب ولكن المتاجرة بفقر الفقراء وببؤس البؤساء لن تؤدي بهم إلى أي شيء بل تؤدي إلى مزيد فضحهم لندخل في حوار جدي يكون مرحلة انتقالية لحوار يمهد لحوار آخر يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال بالصفقات أن طريق الحوار عندنا واضحة فأن شاء من شاء أن يسلكها وإن أصر من أصر على أن يتابعه في هذا النهج المغلوط فليتحمل مسؤوليته وليتأكد أن مآله ليس في حاويات القمامة التي يقتات منها الفقراء والبؤساء والمعدمون بل لأتأكد أن مآله هو قمامة التاريخ نحن مع الحوار وسنعمل على الإبقاء على مؤسسات الدولة ولدينا من الإمكانيات على الإبقاء عليه مهما كانت الترتيبات ومهما كانت الصفقات ومهما كانت مؤامرات الذين لا يظهرون وتظهر أعمالهم أو تظهر ترتيباتهم في بعض المواقف التي يعلمها الجميع أرجو أرجو أن نكون جميعا في مستوى هذه اللحظة التاريخية أن تونس والشعب التونسي لديه من الإمكانيات الكثير ولديه ولديه من الإرادة الصلبة التي تجعله يواجه كل العقبات لدينا أموال كثيرة في الخارج ولدينا أموال كثيرة في الداخل ولكن للأسف هذه الأموال وهذه الأمكانيات أما تم السطو عليها وأما أنه تم دفعها لمن يريد أن يبيع هذا الوطن وتونس لن تكون أبدا بضعه ولا موضوع صفقة ولن تكون ضيعة يتهافت عليها المتهافتون في الداخل وفي الخارج على السواء وشكرا مرة أخرى لكم على تلبية هذه الدعوة والكلمة بطبيعة الحال إليكم للحديث عن تصوراتكم وللحديث عن مقترحاتكم في هذا الوضع الذي نعيشه في تونس اليوم